انا تاني يعني طلعوا لنا جماعة لأسماء على الشاشة وانا هقول تاني دول حالات في المستشفى الجامعي ووصلوا وحالتهم هم مصابين بس حالتهم كويسة الحمد لله يعني لأسماءهم تاني انا كنت بسجل وراء الاخ محمد منصور عشان هقولهم لحضراتكم تاني وقلوا لنا يا جماعة لأسماء اكتبوها لنا على الشاشة يعني فيه عبد الناصر عبد الحميد احمد محمد عبد الله احمد عوض بريك احمد غنيم اسماعيل ابو سمور عيد ابو منصور ابو شريف فرج ابراهيم ابراهيم مطر فايز احمد سليمان الشيخ سليمان غانم سليمان سلمي موسى نصير يوسف حرب ابراهيم سليمان سلمي محمد حسين عيد ابو حمدان منصور ابراهيم مصطفى طالب سلامة وده طفل صغير ودول اللي موجودين حالتهم الوقت فيه المسلشفى الجميعي كويس فلو اهلهم مش عارفين هما فين فممكن يعني نكون بنساهم في ان هما يعرفوا ويوصلوا لهم ان شاء الله طيب اكتبوا يا جماعة الاسماء اه اه عشان طيب اذا اذا يعني خلاصة هذا الموضوع لان انا زي ما بقول لحضراتكم شاهدت مصر وقاع ارهابية كثيرة ويمكن ان تشهد وقاع ارهابية كثيرة اخرى لان احنا في حرب ممتدة هذه الحرب الممتدة ببساطة شديدة جدا كل مواطن مصري سواء في الجيش سواء في الشرطة سواء عادي مواطن عادي له دور في هذه الحرب اياك ان يخدعك احد وياك ان يضحك عليك احد وياك ان يضللك احد لان من يلعبون بعقلك يريدون ان يصطو على هذا الوطن وعندما تصطو هذه الجماعات على هذا الوطن فلم تهنأ ابدا براحة بال ابدا تدخل في فوضى عارمة وهي دي الفوضى اللي الناس عايزاها تحصل في مصر ناس عايزة تحصل في مصر فوضى تسقط هذه الدولة ثم تتدخل الايدي الخبيثة القزرة الملعونة لتسيطر عليك ببساطة شديدة جدا حدد دورك فين في المعركة حدد دورك فين الجيش بتاعك وانا بقول الجيش بتاعك لانه الجيش ده فيه اخوك وابنك وابن عمك وابن خالك وابن خالتك انت خدمت في الجيش وولادك بيخدمه في الجيش فده الجيش بتاعك فمنحه ثقتك ولا تشكك فيه ولا تسمع لمن يشكك فيه قوات الشرطة واللي بيشتغلوا ما هم دول برضو اهلك وناسك تكنين معاك في الشارع وفي الحارة وفي البيت منحهم ثقتك ولا تجعل احد يشكك فيهم او يشككك فيهم وثق انت في نفسك انك تنتمي الى بلد عظيم بلد كبير بلد هي مصر وانت بلا مصر لا شيء يعني خلي ان انت مفيش عندك وطن مفيش السواء ايه ما شوفنا الناس اللاجئين وشوفنا الناس مش عاوزين تقتنع يعني مش عايزين نقتنع الا اذا بقنا زيهم اشتركوا في القناة